سبع الخير او مساء الخير على برج العزراء. اه برج العزراء اللي كراءة نهاردة العاطفية ليك نفش على طاقة العامة ليك. اه برج العزراء اه انت خارج من علاقة اه او في علاقة ولكن شعر بان هي اه في نهايتها او متقلم من شيء حدث فيها ندمانة قوي على الاشياء اللي عملتها وقدمتها في علاقة دي. بالضبط ودي بتفكر في الرحيل بالفعل. وزعلان اوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي. ولكن اه من يعني انت زعلان على الباص في العلاقة. ولكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة. ما انت شايفة يا برج العزراء. وما قرر الرحيل. ولكن اه في حب في العلاقة دي اوي انت قد بتحب حد او 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 هو بيحبك ما زالي يعني. طب نشوف كده. مشاعر. اه. ما انتو خبرتوا ببعض والاقي. يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العزراء اه. زي ما قلتلك انت خارج من العلاقة او في النهاية بمعناطك. اه. يعني خلاص بتقفله العلاقة مع بعض. جراحته البعض اوي. اه. هو متقلم منك اوي 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 اوي. اه. ام ام يعني في قمة الالم. في قمة الالم. اه. ممكن تكون قلت البعض كلام سخيف. اه. اوجهت له اهنات. اوجهلك اهنات. لان اه. انت شاعر بانه خدعت. وشاعر بانه مضحك عليك. اه بص انت انت مضمان. انت في اشد ندمك. انت زي ما تكون بتقول يا ربني ما دخلت من العلاقة دي من الاول خالص. يا ربني حتى ما ما فكرت فيه. فا ولكن في قدين في الاخر يا برج العزراء ما انت شايفه. ممكن تكون في ظلم الشخص ده. ممكن. لانه متقلم اوي. حتى لو بيظهر عكس ده. ولكن هو في قمة الالم. بالحصر والندم. وفي قمة الواجهة. وانت شاعر بانه خدعت. وضحك عليك. ممكن يكون خبه عليك انه بيعرف حد تاني. او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني. ممكن تكون اكتشفت طرف تالي. في العلاقة. ممكن يبرج العزراء. وانت كنت بتحبه قوي. لان هو اخد تلات سيوف. ممكن يكون تكون برج. اه قصد ممكن يكون علاقة ثلاثية. فعشان كنا انت حس انه بحك عليك. هو ان شخص ده كذب وكان بيضحك علي كل الفترة اللي فاتت دي. اه طيب. هو شايفك ازاي? شايفك ان انت شخص اه شايف ان انت متقلم. يعني هو هو متقلم. وشايفك كمان ان انت متقلم. يعني هو عارف ان انت تعبان. وممكن يكون اه يعني انت متدير وش ان انت مش همك حاجة. بص ان انت ماشي ومتديره دهارك. بس هو عارف ان انت تعبان. لفكرة. وعارف ان انت مطلعه للوش الخشب ده. وانت مية مية. ولكن انت تعبان. ما بتنمشي. بتفكر في كل حاجة حصلت. وانتو اللي اتنية قمبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي? اه انت شايفه ان هو بيدافع عن نفسه. اه ممكن نقول ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك برج العزراء. ولما وجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه. ويقولك لا والله ما حصل. والله انت متهمني وتقوله لا انت كذب. انت شخص مخادع. انت خدعتني. انت تحكت علي. وا 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 وا. عشان كده هو مجروح منك. وتعباني اوي 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 بيدافع عن نفسه. كوني بديك يتكلمه في حاجة يقولك والله ما عملت والله ما صويت. والله ما عملت يا عمي حاجة. وانت زعلان عشان كده بقولك انت في حاجتين مش شايفهم ورا. انت مبدي بص بص عالتلاتة اللي مندلقوه وسايب الكوبين اللي ورا. ممكن تكون ظلموا يا برد العزراء. اه برد العزراء مشكلته ان هو بيحكم على الحاجة هو ده. مش هتزحزح مش هتتحكح. وبيحكم على ناس بسرعة. طب هو ايه الخطوة اللي عايز اخدها بقى? يعني بعد الثلات سيون دي ايه الخطوة اللي عايز اخدها? الغريب ان هو عايز استقر معك. شوف اما بقولك الغريب بقى ازاي واحد مجروح من واحد عايز استقرم معك. هو بيحبك. وشايف ان دي العلاقة المثالية ليه اصلا. اما الايه اللي حصل? انا بقولك انت ممكن تكون انت ظنت في ظن محوش. يعني وصل لك كلام عنه ان هو عارف حد غيرك. وهو مش عارف حد غيرك والحاجة. ولا في اي حاجة تاني. وممكن يكون فعلا هي علاقة صلاسية. وانت عرفت بالطرف التالت. ولكن انت الشخص الاصلي عنه. ممكن يكون التالت بيتسلى معاه او علاقك كده يعني عشوائي. لكن انت الاستقرار. انت الزوجة. او انت الزوجة. انت شخص اللي مستقر معاه. الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العزراء طبعا باين جدا انت عايز العدالة تحصلها. انت تعبان او على فكرة. العلمك انت حاسس بالخديعة. وعايز بقى العدالة اللي هête. اللي هو القرمة تحصل. وبتقول انه القرمة دي الازم تحصل في العلاقة دي. او بتقول ان ان انا امشي واسيب العلاقة دي دي للقرمة. فعشان كده انت ماشي. انت تقرر تمشي. وبتقول في عمي بالك ان هاديven يعني دي العدالة. هي دي العدالة اللي مفروض تحصل. العدالة ان انا امشي. او العدالة ان هو يجي بقى يصلح الموضوع ده كله. من Below فهو شايفك الاستقرار ومشاكش بصوري هو عايز اعمل الاستقرار وانت عايز العدالة بالاخر العدالة بقى ايه لو هو في طرف ثلاث لو سمحت اتجاوزني وصيبت من طرف ثلاث ده او لو سمحت لو انت سيبت طرف ثلاث ده وركز معي لو هو بيعرف البنات لو سمحت سيبت من البنات دي وركز معي لو هو جرحك اتفضل صالحني وفهمني ليه بقى بقول كده لانه لانه شايف العلاقه هو اصلا شايف العلاقه ان تقولوا ممكن تكون بيتعمل مع حدا برج جوزاء شايف العلاقه ان هي دي العلاقه اللي هو كان يطمح بها العشاء ازا الله فرص شايف ان انت السومي بتعرس انت الاستقرار انت اللي هتحقق له كل حاجة في الحياة والله هو تعبان جدا مجروح منك اوي كانش متوقع ان دا يحصل على فترة انت شكلك زالم يا برج العزراء لانه بيحبك هب وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك خب عليك حاجة ولكن هو في الاصل شايفك الاستقرار وشايف ان انت السومي بتاعه وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه طول العمر بقى وانت كمان شايفه الاستقرار مش بقولك انت زالمه انا بقولك برضو العزراء مشكلته بيغا سرع انا بقولك انت في حاجة وصلت لك عن شخص دا واخدت القرار سريع باي 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 وشايف ان هو دا انه المفروض يحصل لا مش هو دا فاشان دا الاستقرار دي العلاقة الاستقرار انت شايفه انها استقرار على فكرة وشايف ان هي حاجة حلوة وهو كمان شايفك انت سلمي بتقعه فليه بقى دا ليه اللي لا دا دي كل اه سوريا انقطع انقطع شوية الفيديو كامل مع بعض فالنصيح عليك ان انت خد قرار بقى وبطل بقى اللي بدا كل بورك اللي عزراء ما سمعت وبطل بقى حوار انت بتخدعني وتوجه اتهمات للطرف التاني على اسس غير مبنية اصلا ما بايش حاجة مبنية بكلها اوهان في جماغك كلها اوهان اهو اخرج بقى من ليلة العشر سيوف دي اخرج اخرج بقى برجل عزراء من ليلة دي خد القرار بقى كده انت متقبس عشر سيوف وبوه شايفك انت كمان التزع سيوف انت عامل يعني بتوهم نفسك بالشخص اللي معك كداب وانه نصاب وبيخدع وحرام كل دا فيه هو راجل ولا في حاجة راجل بيروح ينام ويسعى الصبح يلاقي تقول له اه قدت السعرة مع مين النهار دا ستة والله قدت على بتاع اخرج بقى بره دي واخد بقى قرار بقى حزن بقى مع نفسك واعدل امورك واعدل امورك واعدل تفتيرك راجل بيحبوكم يعني يا مبنى العزراء يا مبنى كتر من دا مش عارفة برج العزراء بيصدوا احكام على الناس في سانية في سانية انت متسرع اصلا لانه برج ترابي بس متسرع طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي عمور جماعي برضو طب نشوف المبتعبين عن بعض وشخص مبتعد عنه برج العزراء مشاعره ايه طبت دا زهرتهاي الزهر ان الشخص اللي انت في الاولاني اللي انت قفلت معا دا ميته ايه طيب؟ ليك؟ دا تعبان قوي واخد ثلاث سيوف ودي العشرة مينة هوا يعني انت هريته دا انت قلت له تعالى بقى مستلنك ميته ايه؟ حرام والله حرام اللي بيصد دا مش معقولة مش معقولة يا ورج العزراء دا تعبان منك وفي نفس الوقت ممكن يكون دا سيناريو تاني انا هشوف بس كيه بتأكد من الحاجة لو همش السيناريو الاولاني فهنا هشوف السيناريو التاني هالممكن يكون عايز يخرج بقى من الكوكب اللي عصدت في دي ولا ايه؟ اه ايو 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 ايو. اه اه تعبان اوي 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 واخد تبعا من العشر صيوف. وآآ يعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يامل ايه? نيته ايه بعمل? نيته ان هو يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي بكل دوله يمشي. من اين من العلاقة? لا يمشي من المال اللي حصله ده كله عموما ويستريح. لانه تاب قوي عشر صيوف كتير عليه. كتير عليقة يا جرب العزراء. لو انت اللي عملت فيه كده فعلة. وطبعا حسس بالغدر طبعا. وبس نياته مش يغضر. لا هو نياته يخرج. يخرج. ويعيد بقى التوازن تاني لحياته. ويحتفر بقى باللي عليه. تمام? ويكون برضو ممكن يكون ما هو يرجع. عايز ياخد كرار اهو اه. ممكن يكون عايز يديك فرصتان. نرجع مع بعض ونكمل مع بعض التسع كبيات. بس هياخد فترة استراحة الاول. وبعد كده هعايز يرجع ويبطل الداية بديد. اوكي? وممكن طبعا السمال والتاني ان الشخص اه مجروح منك اوي اوي اوي. ونكرر ان هو يخرج ورق العلاقة. ويستريح بقى وبعد كده يبتدي الداية جديدة مع نفسه. خالص. بديد عن لدي. ساني واحدة. عشان يسنل الزجورة فيك. اه يعني يبتدي خالص بقى ويبص الحياته ويبتدي الداية جديدة مع نفسه ولكن قرار حازم يعني ما فوش رجل. يبص القدام ويمشي. السلام عليكم مسلم. لما هو يعني على اخو خالص. اعتقد ان هو ده الشخص الاوليني. وممكن يكون للعكس. انتو اللي تعبنين وهو اللي غطر فيكم. طيب الجاي بطريقة ايه بمكن اعزره لو انت شخص عايزي فمش مفتبط ولا حاجة. من الزجرجات. ايه طريقة اتبع اصرات. من انكم عزيزي بقى فنغير الكروت كده عشان نغير لها اتا. الشخص اللي جاي بطريقك. مشاعره ايه? دوني ايه دوني. الشخص اللي جاي بطريقك اا الشخص ممكن يكون كان مبتعد عنك. وعايز يرجع مرة تانية. لان مشاعر جديدة عايز يعمل مشاعر جديدة ان مشاعره ماتت تقريبا. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما يرفقش. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره. ونوية على ايه? طبعا بكرت الغموض كله. هنشوف دلوقتي بردو. والحاط. كما مبتعد عزيزي لقبار الجوزاء اللي قراءة بتاعتهم بيديوه غريبة.